طيب ما هي الأجواء التي تشترطها موسكو من أجل الوصول إلى طاولة المفاوضات من الواضح نحن لدينا نفس الأهداف والعمليات وهو نزعى العناصر العسكرية في أوكرانيا لأن في الوقت الحالي أوكرانيا يتهديد الأمن الوطني الروسي وإضافة إلى ذلك عندما نجلس إلى طاولة المفاوضات من الواضح أننا سنتوقع أن يكون هناك واقع أرضي جديد يأخذ فيه الاعتبار لأنه كما تعرفين موسكو في الوقت الحالي هناك تدريبات تجري على الأراضي الروسية لأن لوغانسك ودونيسك وزابوريج وخرصون لأن أراضي روسية وتتبع روسيا منذ أكثر من خمسة أشهر ومن الواضح أن هذا سيستمر ويكون نتوقع في بداية المفاوضات أن تقبل الحكومة الأوكرانية أن هذه قد أصبحت أراضي روسية الرئيس الروسي أيضا بإطار تصريحاته أشار إلى انفتاح موسكو على المشاركة مشاركة حلف الناتو في معاهدة ستارت هل ترى أن الأجواء مناسبة من أجل الحديث عن هذا الأمر أو تنفيذه واتخاذ خطوات لتنفيذه؟ نعم روسيا مستعدة للمفاوضات وفاوضات السلام ولكن كما قلت الغرب ينكر أي فرصة للحديث عن السلام ونرى حقا أن الغرب قد أرسل المزيد من الأسلحة للحكومة الأوكرانية لإطالة أمد الحرب ولكن هذه ليست رغبة روسيا فروسيا مستعدة لإيجاد حال سياسي على طاولة المفاوضات وهذا يعتمد تماما على الحكومة الأوكرانية وعلى الدول الغربية والقيادة الأوكرانية